بغيت نقول واحد البشرة اللي هي كبيرة وذوينا بالناس اللي بغاوا يشريوا الضار ديالهم وما كانوش انهم قادين انهم يشريوا الضار ديالهم هلاش لانه كانت امال مرتفع حاليا ممكن لهم انهم ياخدوا الضار من قبل كانت نوار ايه كان نوار كانت تحت طبلق كتعطي خمسة وعشرين كتعطي عشرين ولكن كدروري ما خصك تحطلي الفلوس تحت منطب لا باش انه استمرت العملية ديال البيع ديال الدار البارح نهار الاربع تعطي واحد القرار طريقة ديال الاستفادة من هاد الدعم ديال الساكن القديم نقول لكم القديم اللي كان طريقة دياله يعني السابقة كان كي ياخدوا الشركات الدعم اه كانوا الشركات هما اللي كانوا اليوم الدعم بطريقة مباشرة كي ياخدوا الدعم معان الدولة حاليا هالطريقة هادي مبقاتش و الدعم اللي كانت كتاخدوا الشركة المقاولة اللي كانت كتبني في المنازل كانت كتاخد خمسة ديال المليون كانت تأخذ خمسة ديال المليون والمواطنين كيشريوا بخمسة وعشرين مليون للمجموع ديالها هي ثلاثين مليون كانت الدولة كتخلف من عندها خمسة ديال المليون لمقاول باش الشعب المغربي أنه يقدر يشري الدار بخمسة وعشرين مليون الآن هاتشي مبقاش والدعم حاليا تزادت فيه خمسة ديال المليون قبل كانت خمسة ديال المليون كتدوذ الشركة بطريقة مباشرة ولكن في هذا القرار الجديد تزادت خمسة ديال المليون أخرى اللي هي ولد بحاليا عشرة ديال المليون وما غي ياخدهاش المقاول هاتشي غنعود نقولها ما غي ياخدهاش المقاول غي ياخدها الناس اللي غادي يشريوا الديور ديالهم لأنه غد تعطاهم بطريقة مباشرة اللي كانو كتد تعطاهم المقاولات الكبيرة في المغرب راكو معارفين اللي بحال الطوحى كان بزاف ديال الشركات في المغرب اللي كيبنيوا إقامة ثكانية كان الدعم كيدوذ ليهم دياليكت حاليا ما غي يبقاش وهاد عشرة ديال المليون هدي عندها واحد الخاصية أن لك تيغي تشري الدار قل من ثلاثين مليون كتف تافد من عشرة ديال المليون عواض اللي كانت خمسة ديال المليون يعني بحال نقول له غت تقام عليك الدار غير بعشرين مليون وفي هذا القانون هذا ما نساوش طبقة المتوسطة اللي كينا في الأغلبية ديال الشعب المغربي عايش في واحد طبقة اللي هي متوسطة ما بحالهاش مكافية حالها حتى هيى هه الدعم هذا غي يستافده من سبعاد المليون غي يستافده من سبعاد المليون هه الدعم هاد لمكانش هد دعم عد güçة الدولة تقريباً الدعم ديال سبعة ديال المليون أي آه سبعة ديال المليون هاد دعم هاد زاد هنا كنا واحد الإشكالية اه هنا كنا بعض الناسي القاموا واحد Brooke's most والناس كاملين الذين يستفيدون قبل أن يخرج هذا القرار لا يستفيدون منه حالياً فهذا الذين يستفيدون منه هو الذين يأخذون هذا الدعم سيأخذون هذا بسبعات المليون والذين يأخذونه قبل لا يستفيدون من هذا الدعم وكما كان يعرفون المغرب كان هناك دور الصافيح بالكثير تقريباً في أي مدينة في أي منطقة كانت تلقى دور الصافيح منتاشرة بكثرة في ذلك المدينة نحن لا نخرجوه بعيد المكان الذي كان قطن فيه أنا مدينة ثالة وكان في مدينة ريباط وخاصةً في مدينة ثالة كانوا دور الصافيح بواحدة الكتافة اللي كنت في مصدر كانت تلقى أحياء دور الصافيح حالياً خداوا واحد دعم معاً الدولة كل اللي خدا بوقع أرضية والكترابيوم خداوا بوقع أرضية وتم الهدم دور الصافيح كاملين خاصةً كانوا مناطق اللي كيكتدوا بدور الصافيح بدون ذكر الأسماء دياله لأنه هنا اللي ساقر في مدينة ثالة سوف يعرفها لأنه كانت بواحد الكتافة اللي هي كبيرة هذو كاملين استافدوا واخداوا كما قلت لكم كين اللي اخدا أراضي وكين اللي اخدا إقامة ثكانية يعني طبقه يقدر اخداوا بواحد ثمان اللي هو رمزي نقصلهم شوية لأنهم كانوا في واحد ندرهم في الطبقة الفقيرة ماشيطة الطبقة المتوسطة لأنهم كانوا ما عندهمش كين اللي بنووا لهم إقامات واسكنوا فيهم كين اللي أعطوهم أراضي في مناطق أخرى في مدينة ثالة تقريباً في طريق القونة الطيرات ممكنوا عدة أراضي استافدوا منهم في هذا السحاب دور الصافيح يا صراحةً واحد البادير اللي هي مزيانة وحالياً في مدينة ثالة ما بقاوش دور الصافيح بصيفة نهائية لأنه كان خرجوا واحد القرار بأنهم كلهم يستافدوا وكلهم خاصهم وخاص دور الصافيح ما يبقاوش في مدينة ثالة والحمد لله حالياً ما بقاش ولا بركة واحدة بقات في المدينة نديروحنا غير واحد مقارنة اللي هي بسيدة الدعم اللي يعطى سيدنا المالك محمد الساديس المغاربة راه ما كاينش في الدول الأوروبية ما كاينش في الدول الأوروبية وأي واحدة نايا ساكن في الدول الأوروبية يقول لي هذا الدعم هذا أنه كاين برا خارج المغرب يعني في أوروبا هذا الدعم اللي تعطى أنه كاين ثم كان المساعدات في أوروبا وخاصة إسبانيا إيطاليا وفرنسا كان المساعدات غذائية كان المساعدات في بالزاف دلحويش ولكن هذا القانون هذا ديالثكان ما كاينش كما قلت لكم هذا الدعم ما كاينش في الدول الأوروبية هنا كاين واحد نقطة أريد أن نطرق لها هنا سوف نرى هذا الحل اللي أعطى بفيدنا كتن الناس اللي كي يجيوا كي هاجروا من البادية إلى مدينة إياه كي هاجروا من البادية إلى مدينة حتى هم يمكن لهم يستفيدوا من هذا الدعم هذا ونفيدوا نقطة واحدة أخرى أو الثاني حتى العائلة إذا كان رب الأثرة كيف يسكن معاه أولاده عنده دار كي يسكن والده في الدار الثانية أو والده الأخر في الدار الثالثة أولاده حتى هم يمكن لهم يفتافدوا من هذا الدعم ويمشي ويأخذوا ديور في مكان آخر يعني باختصار هذا الدعم اللي يخرج المغربة داخل المغرب وخارج المغرب غادي يفك بثاف ديال الإشكاليات اللي كانت متروحة شحال هذي كانت دائما إلا بغيتي أنك تبسيت تاخد دار دار وريخ ثق الدوز النوار وتحت من الطبلة أخوت هنا تكون هذا ثلاث الفيديو ديالنا بتنسونس من اللايكات ديالكم والبرتاج ديالكم ودائما كيفما كتعرفوا على القناة فيما يكون شي جديد غلقوا إن شاء الله بتنسونس تتشاركو وتبرتاج هذا الفيديو هذا بتالله ولي أفرصكم شكرا شكرا